حيفا الآن ينقل عن مراسل التليفزيون العربي بأن صفرات الإنذار دوت أيضا في منطقة رأس العين ومستوطنات الضفة الغربية ما المعلومات لديك بخصوص ما يجري هناك؟ سهام صفرات الإنذار دوت في عشرات المواقع خلال الدقائق الأخيرة أعمق صفرات الإنذار كانت في مستوطنات الضفة الغربية على بعد أكثر من 110 كم عن الحدود مع لبنان كذلك دوت صفرات الإنذار في منطقة رأس العين التي تقع بالقرب من مطار دافيد بنغوريون لاحقا وخلال الدقائق الأخيرة دوت صفرات الإنذار مجددا في منطقة علبون التي تقع بالقرب من طبرية الآن صفرات الإنذار تدوي مجددا في مناطق قريبة من طبرية وفي مناطق تقع بالقرب إلى الجنوب أكثر من مدينة حيفا وهي المنطقة المعروفة باسم يوك نعم وهي مدينة تقع إلى الجنوب من مدينة حيفا رشقات ضخمة من الصواريخ خلال الساعة الأخيرة غطت مساحات واسعة من البلاد البداية كانت قبل ساعتين تقريبا بقصف متلاحق نحو الجليل الأعلى بعد ذلك توسع القصف نحو مدينة حيفا بعد ذلك نحو الضواحي الشمالية لمدينة حيفا يبدو الآن أن هناك محاولات لاعتراض رشقة صاروخية جديدة الآن اعتراض فوق الجليل الأدنى اعتراض الآن رشقة جديدة واحد اثنان ثلاثة اربع خمسة ستة ستة انفجارات في سماء الجليل الأدنى الآن بعدما دوت صافرات الانذار خلال الدقائق الأخيرة ولا تزال تدوي في عشرات المواقع في إسرائيل الآن مجددا صافرات انذار تسمع في منطقة الكرمل وصافرات انذار في هذه الأثناء في قاعدة رماد دافيد الجوية الإسرائيلية التي تقع في مرجع بن عامر وسبق أن تعرضت فجر الأمس لقصف من قبل حزب الله اللبناني إذن صافرات الانذار تدوي في قاعدة رماد دافيد الجوية الإسرائيلية في مرجع بن عامر للمرة الثانية خلال يومين بعدما دوت صافرات الانذار في عشرات المواقع دوت في الضواحي الشمالية والضواحي الجنوبية لحيفا دوت في وادي عارة دوت كذلك في مستوطنات الضفة الغربية ووصلت إلى مناطق بعيدة تبعد أكثر من مئة كيلومتر عن الحدود اللبنانية في منطقة رأس العين التي تقع إلى الشرق من مطار دافيد بنغوريون ولا يزال دوي الانفجارات متواصلا هذه الانفجارات هي بعيدة تبدو في هي قريبة تبدو في الكاميرا لكنها فوق بين الجليل الأدنى وبين مرجع بن عامر والآن شهود عياني يتحدثون للتلفزيون العربي عن دوي انفجارات قوي يأتي من مرجع بن عامر حيث دوت صافرات الانذار في قاعدة رماد دافيد الجوية الإسرائيلية بالإضافة إلى عشرات المواقع الأخرى وكان الزميل عميل الشحادي مراسل التلفزيون العربي أفاد أيضا بدوي انفجارات ضخم في أكثر من موقع في الضفة الغربية نتيجة لإطلاق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات الضفة الغربية في قلقيليا في جنين أيضا في نابلس وفي رامالله سمع دوي الانفجارات نتيجة للرشقة ما قبل الأخيرة التي أطلقت باتجاه مستوطنات الضفة الغربية لا يزال القصف متواصلا أكثر من قاعدة عسكرية إسرائيلية تعرضت للقصف خلال الدقائق الأخيرة رصدنا الصواريخ فوق مرج بن عامر حيث تقع قاعدة رماد دفيد الجوية الإسرائيلية التي دوت فيها صافرات الإنذار لكن أيضا خلال الدقائق الأخيرة دوت صافرات الإنذار في قرية علبون التي تقع قرب تبارية وعارة عندما تدوي صافرات الإنذار في علبون يكون الهدف هو قصف قاعدة عمعاد العسكرية الإسرائيلية التي تقع بالقرب من علبون القصف السابق على علبون قبل نحو ساعة من الآن كان كبيرا ورصد سقوط صواريخ في أكثر من موقع وتصاعرت صحب الدخان في 5 إلى 6 مواقع على الأقل في تلك المنطقة نتيجة لسقوط الصواريخ وفشل الكبة الحريدية في اعتراضها والآن بعد ذلك بنحو ساعة دوت صافرات الإنذار مجددا بالقرب من تلك القاعدة انفجارات متتالية في مناطق عدة هل تم الإعلان عن أي نتائج أو ما الذي ترتب عن هذه الانفجارات في الإسعاف الإسرائيلي إذاعة الجيش الإسرائيلي هل هناك من معلومات يتم تدولها حول الوضع يعني نتيجة سقوط هذه الصواريخ الآن الشهود عيان يتحدثون عن صعود صحب الدخان في مناطق تقع إلى الشرق إلى الغرب من بحيرة طبرية بين طبرية والناصرة إلى الشمال من الناصرة إلى الغرب من بحيرة طبرية هناك تقع طبعا أكثر من قاعدة عسكرية إسرائيلية ربما تكون تعرضت الاستهداف ومن غير الواضح إن كانت الصواريخ سقطت في تلك القاعدة أو سقطت في مناطق محيطة نتحدث طبعا عن رشقة خلال الدقائق الأخيرة بالتالي نتائج هذه الرشقة لناحية أعداد المصابين الإسرائيليين إن كان هناك مصابون إسرائيليون أو لا ليست واضحة حتى الآن لكن القصف يتوسع بشكل كبير جدا وكانت إسرائيل نشرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية نشرت ليس مؤخرا فقط منذ حرب العام 2006 حتى اليوم كثيرا من الملاجئ قامت بترميم كثير من الملاجئ في مختلف البلدات اليهودية من ضمن استخلاص العبر من حرب تموز عام 2006 عدد كبير من الملاجئ العامة بني في حيفا في عكا في منطقة نهرية في بلدات يهودية عديدة في مرجع بن عامر وبطبيعة الحال قواعد الجيش الإسرائيلي تكون محصنة بشكل كبير وداخلها تكون هناك قواعد أو غرف محصنة غرف حماية الآن مزيد من الأنباء عن انفجارات في مرجع بن عامر في منطقة الزرزير وهي تقع بين الناصرة وبين حيفا في مرجع بن عامر كان هناك دوي انفجار ضخم وفي تلك المنطقة أيضا سمع دوي انفجار في منطقة نهلال وهي أيضا تقع بين الناصرة وبين حيفا في مرجع بن عامر وبالقرب من تلك المنطقة قاعدة إحدى قواعد الجيش الإسرائيلي وهناك أنباء عن سقوط صاروخ بدأت تتوارد الآن الأنباء وهناك أنباء عن سقوط الصاروخ في رمات يشاي وهي في مرجع بن عامر وأيضا تقع بين الناصرة وبين حيفا يبدو أن الرشقة الأخيرة كانت موجهة باتجاه مرجع بن عامر حيث تقع قاعدة سلاح الجو الإسرائيلي رمات ديفيد واحدة من أهم قواعد سلاح الجو الإسرائيلي وفي الطريق سقط صواريخ في بلدات ومستوطنات إسرائيلية محيطة حتى الآن لا نعرف عدد الصواريخ التي أطلقت لكن الرشقة الصاروخية كانت واسعة جدا خلال آخر نصف ساعة ووصلت حتى بالقرب من منطقة رامالله مستوطنات بالقرب من رامالله شمال القدس دوت فيها صافرات الإنذار وأيضا في رأس العين التي تقع إلى الشرق من مطار ديفيد بن جوريون